تطور خطير في قضية الطائرة الأوكرانية فقد قال أوريكسي داني روب أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني بحسب وكالة رايترز إن المحققين الأوكرانيون يريدون البحث في احتمال وجود حطام صاروخ روسي في موقع تحطم الطائرة بإيران بعد الإطلاع على معلومات على الإنترنت وكتب في منشور على فيسبوك يشير إلى أن أوكرانيا تدرس عدة أسباب محتمل لتحطم الطائرة التابعة لقطوط الدولية الأوكرانية بما في ذلك فجوم صاروخي محتمل أو تصادم أو انفجار محرك أو عمل إرهابي